موسيقى نعرفوا بأن استدل المغرب غادين في الشارع رواحد منهم يعيشوا بفضل الصناعة التقليدية إذا رجعنا للإحصائية الرسمية للحكومة تلقوا بأنه جورج المليون فاصلة 300 ألف دي المغربة يعيشون في القطاع للصناعة التقليدية طيب يتحلم العائلة دي الممكن تطيعوه في السودوز للساكنة المغربية ولكن ما يهمون في هذا الفيديو هو الصنف الإنتاجي في الصناعة التقليدية ليس الصنف الخدماتي يعني هذا الصنف الإنتاجي فيه تقريبا حوالي مليون و300 ألف دي الحريفية وهنا سنستحضروا واحد طريفة جميلة كانت وقعت للحسن الثاني اللي رحمه لما استضاف الملك دي السعودية إذ الحسن الثاني كان في العشاء مع الملك دي السعودية يعني هذا الأخير أعجيبه بواحد طبيقة صغيرة اللي كان دينه فيها الخبز فطلب الحسن الثاني أنه يعطيه شي كذو من هاد الطبيقة فهلاش لأننا عادة نصيبهم بالدوم أو لمون بيبرأ ولكن في الطابلة دي العشاء دي الحسن الثاني مع الملك دي السعودية هذيك الطبيقة كانت نصيبه بواحد المهارة من واحد جلد اللي كي تسمى تقشارة دي الجلد فالحسن الثاني يعني طالب بسيط طلبوا منه صديق دياله والملك دي السعودية فأمره بإحضار ثمانية دي الطبيقات بش يعطيهم ليه كادو في الغد في الغد جو المشاورية عند الحسن الثاني اللي رحمه فقالوا ليه دي اللي بارك في عمر سيدي راها يستحيل أن ننوجدو ذلك تبريد طبيقات بش نعطيهم لك اليوم علاش راها السيد اللي كي يصيبهم طالبات 8 شهر وهد الطبيقات يعني ثمانية يعني كل الطبيقات كتتاخذ لها شهر وهد السيد هده كي يصيبهم وحيد اللي كين في المغرب اسميته بن عثمان بينا قوسي الرامات الله رحمه في مراكش وهد بن عثمان كان كي يخاف على الصنعة كان كي يخاف على الحرفة دياله إنه ما عنده شي ضمانات ما عنده لحماية لا تأمين لشي تقاعودي لأخيري وبالتالي مسكين كان خايف على ذلك المهنة دياله ما كانش كي يبغيح للأسرار ديال المهنة يعطيها لشي واحد في ذلك الوقت أمر الحسن الثاني بتوفير كل الضمانات الاجتماعية والقانونية لهد السيد بن عثمان بل وأمر بتوظيفه في السلم عشرة حتى يطمئن على مستقبله المهني وعلى مستقبله أسرته وآن ذاك السيد بن عثمان الله رحمه يعني كشف الأسرار دياله الحرفة وأنقضنا بفضل هذا القرار ديال التوظيف دياله في السلم عشرة أنقضنا هاد المهنة من الانديتار والآن الحمد لله المغرب يتوفر على العشرات من الحريفية المهارة في هاد المجال لتقشرة ديال الجلب يعني هاد القصة اللي حكاها يعني الأستاذ عبد السلام الرغيوي أحد أبرز يعني الأطور ديالوزارة الصناعة التقليدية وكان مدير جهوي سابق في فاس وفي مركش وحكاها في واحد ندوة قيمة احتضنتها يعني مدينة فاس من طرف اللجنة الجهوية ذي الحقوق للإنسان حول واقع المدنة العتيقة في المغرب وحفظ الذاكرة ديالها يمكن أن نستخلص منها ثلاثة ديال المساجات أو ثلاثة ديال الدروس اللولة وهو أنه يعني الحكومة المغربية يعني وكافة الأجهزة العمومية اللي يتحسن منها يعني مطالبة بالتدخل لإنقاذ هذا الكنز الذي نتوفر عليه ألا وهو الكنز الصناعة التقليدية خاصة وأن اليونيسكو تعتمده وحد البرنامج من 2019 والمغرب نخلط فيه ديال حماية هذه الكنز الكنز الإنسانية ونحن قسرنا فلوس يعني الملايير اللي حطناها في تتمين وإنقاذ هذا الشديد الصناعة التقليدية والآن يجب أن تكون واحد المحطة لمساءلة السلطات العمومية على حماية هذه القطاع خاصة وأنه من أصل مئتين حرفة الآن توجد حوالي أربعين حرفة مهددة بالاندتار المساج الثاني وهو أنه المشرع المغربي يجب علي أن يلزم يعني كل المؤسسات العمومية وكل الشركات والأبناء والفناديق من تغيط ابناء في كل ناش تحملات يجب أن يكون واحد المقتضى يتضمن إلزامية استعمال المواد ديال الصناعة التقليدية ديالنا ديال المغرب سوى تعلاق لأمر بالحديد ولا بالخشاب ولا بالزرابي ولا بالقبص ولا بتأتيت إلى آخره من جهة لضمان واحد الوجهة ديال المغرب ومن جهة ثانية لترويج القطاع ديال الصناعة التقليدية ثم المساج الثالث يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن المواطن المغربي المستهلك لم يذهب لشراء واحد المنتوج يعني فرنسي ولا توركي ولا ياباني ولا صيني ولا غيره من الأحسن أنه يشري منتوج مغربي لماذا؟ لأنه يعني يشجع منتوج دياله المغربي وفلوسنا ستبقى عندنا هنا عود من نعطوها لحنا الأطراق ونعطوها الشناوغ ونعطوها الفرنسيس ونعطوها الطاليان ونعطوها البرتقيز ونعطوها الجابون ثم المساج آخر بتوى مهم وهو أنه الحكومة مفروض يعني كيفما أن منصيب مالي واحد كان خداه الحسن الثاني وأحمى هذه الحرفة ديالتقشار ديالجلب يعني الحكومة مفروض فيها الآن أنها تفكر يعني على حسب الوزارة كلهم المعنية بهذا الموضوع سواء التعليم سواء الصناعة التقليدية سواء السياحة إلى أخيره في تطوير يعني هذا المنتوج الصناعة التقليدية بمعنى المصاحبة ديالتصناعة التقليدية في مسائرة ديالعزر من جهة لضمان إشهاء وتقلق ديالحرفة ديالتصناعة التقليدية في المغرب ومن جهة تانية الحفاظ على هذا الموروث اللي كانتميزوا به في المغرب